بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تقبل الله طاعتكم وعيدكم مبارك وإن كان هذا العيد للأسف مختلفا لأن أغلب العرب والمسلمين فل العالم أجمع تابع ما يحدث في الأيام الماضية من عدوان جبان من آلة العسكرية للكيان الصهيوني اهتداءهم على المقدسات الإسلامية والمسيحية وعلى العرب والمسلمين في القدس وفي قطاع غزة وفي الأراضي الفلسطينية المحدلة بشكل غير مسبوق وبصورة لا يمكن وصفها أو قبولها اجتمع مكتب المجلس اليوم مجلس الأمة الكويتي كممثلين للشعب الكويتي الذي هو جزء لا يتجزأ من الأمة العربية والإسلامية وأيضا تم مناقشة هذه الأحداث والطلبات المقدمة فقد قدم أكثر من طلب لأجلسة خاصة لمناقشة الأحداث الأخيرة والاعتداءات الصيونية على الأغصى وعلى القدس وإغطاء غزة وقرر المجلس الطلب من الأخوة الأفاضل في اللجلة التشريعية استعجال الانتهاء من قانون حضر ومناهضة التطبيع مع الكيان الصيوني ليتم إقرار هذا القانون مع مناقشة كل ما يمكن القيام به وعمله لدعم أخواننا في فلسطين المحدلة وسيكون موعد الجلسة الخاصة هذه في الأسبوع القادم وقد تهاتفت مع الأخ الفاضل سمو رئيس مجلس الوزراء الذي أكد على موقف الكويت الرسمي ودعمه لهذه القضية وموافقته على حضور الحكومة لهذه الجلسة الخاصة سيحدد موعدها فور التنسيق مع الأخوة في اللجنة التشريعية فور انتهاء تقريرهم ستعقد هذه الجلسة لإقرار القانون ومناقشة هذا الموضوع